السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حذف الملفات المستعصية من الكمبيوتر بفيديو اليوم رح نشرح طريقة لحذف الملفات والمجلدات المستعصية من الكمبيوتر بأسهل طريقة خلونا نروح على الشرح فورا لنتعرف على طريقة حذف الملفات المستعصية إذن أصدقائي هل في عندها المجلد؟ رح أحاول أحذفه بالطريقة الاعتيادية بالضغط على زر الماوس الأيمن على المجلد بعدين الضغط على حذف مثل ما أنتوا شايفين لم يتم العثور على العنصر وبيرفض الحذف مهما حاولت ومهما ضغطت على إعادة المحاولة المجلد ما عم يتجاوب وما بيرضى الحذف وطبعا هلأمر مزعج كتير طيب شو العمل؟ هلأ أكيد أي كمبيوتر أو لابتوب رح يكون موجود عليه أحد برامج الضغط مثل وين رار أو زيب مثلا أنا عندي على الكمبيوتر موجود برنامج وين رار رح روح على المجلد يلي بدي أحذفه وأضغط على زر الماوس الأيمن بعدين رح أضغط على أول خيار من خيارات وين رار وهي الإضافة إلى الأرشيف رح تفتح معي هلنا في ذي ومن هون رح أختار حذف الملف بعد الأرشفه وبعدين رح أضغط على أوكي فورا رح يخوم بضغط المجلد على شكل ملف وين رار ورح يحذف المجلد الأصلي بعدين رح روح على الملف المدغوط كمان ورح أحذفه وهيك بهالطريقة فيك تحذف أي مجلد أو ملف مستعصي وبيرفض الحذف من الكمبيوتر بكل بساطة هات كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منه وياريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة إذا ما كنتمشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو إلى أكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته